هاي اول مقابلة بالاخير يعني كلام طويل صار فطلب من عندي انه هيئة الدفاع يغير اسمها مكان هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين صير هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه قال انا اذا دافعون عن رفاقي كأنه بدافعين عني اتوادعنا انا يا ابني هاتي اللقاء اثناء اللقاء قال لي تعرف انت ابني استاذ خليل تعرف انت وين هسا قلت له لا والله قال لي جابوني بالطريقة اللي حشيت له يعني تكلمت بيها قال لي احنا ببيت النور بقصر النور هذا احد قصوري ببيت النور بقصر ببيت النور بحيرة النور بالردوانية اول ما تدخل من عباس بفرناس على يمين يعني قريب على انا ما عندلها القد بوداد بس قريب على بداية المطار اي قال انا بالبيت الوسطاني قال هذا انا باني على يدي واعرف المكان قال هم مغيرين سقوف ثانوية ما سقوف ثانوية وفلين ما هي بس واهل يخفى على بان الدار الدار بناء يعني بعدين كتبها بخط ايدا المكان اللي هو يعتقل فيه هذا اللقاء الاول بنفس المكان اللقاءات الاخرى لا كان بكروبر بسجن اكروبر السجن اكروبر كان بكروبر هو اللي وين كان مقر بالردوانية مقر قيادة المارينز ايضا بالردوانية اي هو يجبوه مدرعة للتمويح علي علامة صليب واني ياخذوني بالطريقة اللي حجيت لك ياها بس فيما بعد من قيمت اروح ايجي العمان لا من انزل من الطائرة ياخذوني هما يصطحبوني الى محطة معينة دكتور وين كان يركز بالحديث وياك يعني يسألك مثلا عن شنو اخبار المقاومة او التصدي للامريكان او شنو اخبار البلد يسأل عن عائلته مثلا وين كان يركز التركيز كان يركز على المقامة الامريكان اهاي اول نقطة النقطة الاخرى على المواقع جوانب الانسانية شلون شعبنا شلون صار حالة شلون وضعها يعني جوانب الانسانية قال انا عائلتي عائلتي مو عائلتي الزغيرة اللي هم فلان وفلان وفلان انا عائلتي شعبي فاسأل دائما سؤال عن شعبه وبعدين من العرب بي أنا قمت أطلع للأردن وأتواصل مع العائلة الكريمة بدأ يسألني طبعاً أكيد يعني أمر طبيعي يسألني عن أسرته يتواصلون ويام خلالي بدأ يسأل عن الشعب العربي يعني عن الأردنيين عن الشعب الفلسطيني عن كل الشعوب العربية يسأل عنها يعني عند البعد الإنساني البعد القوم ترجمة نانسي قنقر